كان طارق بن زياد من البربر وصلاح الدين الأيوبي من الأكراد ومحمد الفاتح من الأتراك ويوسف بن تاشفين من الأمازيغ وقطز من المماليك وبرك خان من المغول هؤلاء الأبطال فرقتهم الجنسيات والأعراق وجمعهم الإسلام العظيم كان الإمام البخاري من فارس والإمام مسلم من نيسابور وابن ماجه من قزوين وأبو ذاود من سجستان والترمذي من أزبكستان والنسائي من تركمانستان هؤلاء المحدثون أصحاب الصحاح الستة فرقتهم الجنسيات والأعراق وجمعتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين وإن بدأ بالعرب فإنه ليس للعرب من دون الناس وليس بين الله وبين أحد من خلقه صلة قربا فأبو لهب الهاشمي في النار وبلال الحبشي في الجنة وأبو جهل القرشي في النار وسلمان الفارسي في الجنة والوليد بن المغيرة المخزومي العريق نسبا في النار وسهيب الرومي في الجنة القرشيون عريقون نسب الذين دخلوا النار إنما دخلوها بسوء أعمالهم والمجاهيل والمساكين الذين دخلوا الجنة إنما دخلوها بحسن أعمالهم بعد أن تغمدتهم رحمة الله تعالى ولو انتفع أحد بنسب لانتفع أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الولاء للأرض ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولو كان للقبيلة ما قاتل قريشا ولو كان للعائلة ما تبرأ من أبي لهب ولكنها العقيدة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمّة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عمّة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم وقال عليه أفضل الصلاة والسلام ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أن يحب الإنسان أصله وقومه شيء وأن يعتقد أنه أفضل من الناس بسبب أصله وقومه شيء آخر فالأولى من المروءة والثانية من الجاهلية فليبادر الجميع ويتسابق للأعمال التي تدخل الجنة وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى